بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنشغل في هذا الجزء في الـ User Details في مثل الـ Insert سننجح Connection نحطيه الساوي 0 طبعا نعمل Import الـ Connection بدنا نفتح Try Catch نعطي Exception والـ Finally الآن جوه الـ Try نحكي له Con بساوي Get Connection هدا منعرف Prepared Statement بساوي con dot prepare Statement هي الـ SQL اللي رح ننشأها الآن STRENG SQL بساوي نكتب داخلها ننشأ الـ SQL Insert Statement Insert into User Details ننشأ الـ User Details نشوف أشهر الـ Fields إنه طبعا الـ ID مثل ما حكينا Auto Increment ما رح نستخدمه فإن الـ User ID وبدأ لدينا بساوي لدينا The First Name وعندنا وعندنا Father Name وعندنا الموبايل الموبايل طبعا انت ممكن انضيف داعته اكتر من هيك لان الهدف من الدور مش اني ابني البروجيكت و اروح مثلا اعطيه لشركة لعميلا هدف اني علمك كيف تكتب الكود كيف ترتب بكتابة الكود اذا نحكي له values عندي user id 1 2 3 4 بحكي له 1 2 3 4 هون بحكي له ايش ps. ان set ان ال user id عبارة عن انتجر فبحكي له set int بياخد البراميتر واحد اللي هو اندكس واحد بعدين بحكي له va 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 و va va برجع لي users v o dot get id لانه انا عندي بدي ال id ما بدي ال user ما بدي ال object لا بدي ال id بحكي له ما بحكي له انه first name set string 2 فال first name بياخد اه هم بحكي له هون udv dot get first name هم بحكي له ps dot set start string 3 لا udv dot get password phone get set name بدان انه ps dot execute f1 f1 set dot set اه ان الموبايل string set string بياخد اربعة نحكي له udv dot get mobile اذا نحكي له ps dot execute ونعرف هون نحكي له boolean is insert نعطي false ونعطي ونعطي default value هون نحكي له القيمة التي ترجع value يرجع true false رجع ليها ب is insert طبعا هون استنى مني ارجع value من نوع boolean فبحكي له return is insert اذا عمل insert سيرجع لي true اذا عمل ما عمل insert سيرجع لي false اسكر ps dot close اذا احكي له finally close connection ل ال connection اللي فتحته موسيقى 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 موسيقى